قررت السلطات المغربية للتعوى ترخيص الاستخدام لقاح كورونا الذي طورته مجموعة أسترازينيكا مع جامعة أكسفورد دعنا ننهي نقاشنا حول هذه المساهمة الثنائية سيدة سافير مورتين يقال إن التعليم يساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية كيف ظلت إذن مقاربة الحكومة البريطانية بشأن التعليم في المغرب؟ طيب شكرا لترحكي مثل هذا السؤال المناسب جدا لإنهاء نقاشنا يطلع التعليم بكل تأكيد بأهمية حيوية في مجتمعاتنا وله دور فاعل في مستقبل بلداننا واقتصادياتنا تعد المملكة المتحدة بالفعل شريكا مهما في مجال التعليم لكنها لا تتواجد بالفعل في المغرب بالمستوى الذي أرغب فيها دعيني أعطيكي مثالا لقد دأب الطلاب المغاربة على اختيار اللغات الفرنسية على حساب اللغات الأوروبية الأخرى وهذا التقليد من لدنهم مفهوم للغاية لأن الشيء نفسه ينطبق على الدراسة باللغة الإنجليزية في العديد من دول الكومنويلث هناك أربعون ألف طالب مغربي يتابعون حاليا دراستهم الجامعية في فرنسا والعدد في المملكة المتحدة يصل إلى سبعمائة ويمثل هذا الأمر خللا كبيرا بعيدا عن أي تنافس ولكن هناك فرصة لنا جميعا تتمثل في تشجيع المزيد من الطلاب على الدراسة في المملكة المتحدة بغية المساعدة في تطوير المبادلات بين بلدين والعلاقات الشخصية والتفاهم المتبادل ينتبوني الفخر بالقول إنه خلال السنوات القليلة الماضية رأينا أول أربع برامج تعليمية بريطانية في المدارس الثانوية للغة الإنجليزية تم إنشاؤها في المغرب باتفاق من حكومتي المملكة المتحدة والمغرب وهذا بمثابة بداية لعهد جديد على ما أعتقد وهو تطور لإتاحة مساحة أكبر للتعليم باللغة الإنجليزية والتي تعرف طلبا كبيرا ومتزايدا عليها ليس لأن بلدي يتحدث الإنجليزية بالطبع ولكن لأن اللغة الإنجليزية معترف بها الآن كلغة عالمية للمال والأعمال وهي أيضا لغة تكتب بها 90% من المقالات البحثية الأكاديمية الحديثة لقد بات من المهم جدا أن يكون للمغرب تأثر في العالم ولذا فإنما أريد حقا أن أراه فيما يتعلق بنظام التعليم العالي أن أرى عددا متزايدا من الطلاب المغاربة يذهبون للدراسة في المملكة المتحدة سيظل ذلك العدد يشكل دائما أقلية بالطبع لكن هذه فرصة لنا لنرى ما إذا كان بإمكاننا إنشاء المزيد من العلاقات بين الجامعات البريطانية والمغربية بحيث نأمل أن يصبح التعليم والجامعي في المملكة المتحدة أكثر سهولة للطلاب المغاربة سيتحقق هذا الأمر عبر توسيع سياسة الحكومة المغربية للتمدرس باللغة الإنجليزية في نظامها التعليمي العمومي وخاصة في الجامعات للأسباب التي ذكرتها سالفا فالامتداد العالمي للغة الإنجليزية سيفيد جدا للاقتصاد المغربي دعيني أقول مرة أخرى أن الأمر لا يعد البتا تنافسا لغويا فهناك مساحة كبيرة للتدريس بالعديد من اللغات وخاصة أننا نتحدث الإنجليزية والفرنسية